اهلا بحضراتكم من جديد طيب لما تضموا الثلاث فرقة دول على الثلاث فرقة دول الثلاث فرقة ترعين مجموعتنا الاهلي وبيترو جيت الاهلي وسبورتينج وهيليوبلس لما تضمنا احنا الستة الترتيب كلقاتي الاهلي في المركز الاول برصيد 12 نقطة طلع الجيش في المركز التاني برصيد 10 نقاط وبيترو جيت في المركز التالي برصيد 7 نقاط هنلعبين مش هنلعب اللي احنا طلعنا معهم تاني خلاص احنا مش هنلاعب خلاص لا هليوبلس ولا سبورتينغ خلاص احنا لعبناهم وهنلاعب مين هنلاعب طلاق الجيش هنلاعب بيتروجيت هنلاعب مصر البترول طيب المباراة دي في الفترة اللي جاية امبارح برضو كان لديها الشرف اننا حضرت جزء من تمرين الكرة الطائرة باختصار كابتل محمد مسال حميدو معلي الحمل جد قوي معليه قوي يعني اللعيبة طلعها هل كان من التمرين حاجة دي الاولى حاجة تاني الحمد لله الفرقة بتتمرن شفت عادل امبارح احد المصابين شفته بيتمر وعادل في مركز ثلاثة فاذا لما هيلعب ان شاء الله يسديننا عجز كبير المصابات اللي كانت في مركز ثلاثة في انتظار طبعا الحسيني لما ربنا سعودي انا اسف السعودي لما ربنا يشفي ان شاء الله بالشرخ في سبعه السعودي بإذن لائبة كده القوة الضريبة في مركز ثلاثة اكتملت شفت محسن شفت عسران شفت كل اللعيبة بتتمرن احمد صلاح امبارح شفته اتكلمنا مع بعض احبا حلوين واتطمننا على الفرقة الحمد لله مع احمد صلاح طبعا احد نجومنا واساطرنا في الكرة الطائرة الملاحظة زي ما قلت لحضركني كابتن محمد بصالح ميدو معلي الحمل جدا 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 على اللعيبة اللعيبة طالعا متنمين فعلا انا بقول لكم هالكنين وبيعمل كده ليه عشان هو جاي على مرحلة هيبقى المطشط قوية فهينزل بالحمل التدريب تقوم اللعيبة تبقى فائقة في المطشط وده موضوع احنا كلنا عارفينه كلعيبة وكاجهزة فنية انت بعد كده لما بتنزل الحمل وانت قريدي متمرن جامد بتلاقي نفسك زي ما بقوله في المطشط بتطير